إن التزام المغرب في مجال محاربة الإرهاب ترجم بتوقيع المملكة ومصادقتها على مجموعة من اتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة مع وضع إطار قانوني وتشريعي متطور يتباشى مع التحديات التي تفرضها الضائرة الإرهابية وذلك لمحاصرتها والحد من مخاطرها نظيم المؤتمر دولي الثالث للأمن الكيميائي طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتر بول وكذلك مكسب انتر بول الرباط والإدارة العامة للأمن الوطني بشاركة كذلك مع مجموعة من الدول من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كذلك حاضر 350 خابير على مستوى هذا المؤتمر اللي قد يكون من 25 حتى 28 من الشهر الحالي كان اللي حضره 227 من دوب عن دول أجنبية وممثلين دولة السبعين دولة حاضرين قطاعات اللي هي مؤسسة مغربية بما في ذلك لمؤسسة الأمنية قوات المسلحة الملاكية قيادة العلية للدرك الملاكي الإدارة العامة للأمن الوطني الإدارة للجمارك مجموعة من الوزارات اللي حاضر اللي عندها علاقة مباشرة بهذا القضية دي الأمن الكيميائي والتهديدات حاضرين ضكاطرة وخبراء من مختلف الجامعات المغربية وأكاديميين بيشكون تبادل الأرعب بين أجهزة إنفاذ القانون الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين في هذا المجال والتديدات وكما تعلمون أن هذه الجامعات الإرهابية والجامعات المتطرفة والذئاب المنفردة تسعى إلى الحصول على هذه المواد الكيميائية والبيولوجية لتنفيذ مختطاتها الإجرامية واستهداف مجموعة من مواقع الحساس وبالنسبة لتجربة دي المغرب منذ 2003 إلى الآن نضع وضعها استراتيجية وطنية وحاربة الإرهاب وشمل الجامع الميادين وراه باش ما ندخلوش في التفاصيل عنده واحد دور رائد في هذا المجال على المساوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي كذلك بالنسبة لهذا علاش تختار المغرب وتختار المدينة دي المراكش لأول مرة بالنسبة لهذا المؤتمر الدولي خارج إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كما تعلمون المغرب هو بلد دي الأمن ودي الاستقرار ودي الأمن بلد اللي تعيشت فيه جميع الدينات السماوية وبلد اللي هو أرض دي الحوار ودي التقافة ودي الحوار الحضارات إلى آخره وخصنا نعتززوا بلدنا ونكونوا فاخورين لأنه جميع المؤسسات المغربية الحمد لله في المستوى ونتمنوا بشكون أكثر فأكثر وشكرا جزيلا بنا